مع اقتراب رمضان كل سنة وانتم طيبين بيشتد الصراع حوالين الدراما الرمضانية ومسلسلات رمضان. فبيبقى الشغلنا الشاغل في الاوقات دي كلها مسلسلات رمضان وايه المسلسلات اللي هنتبعها ومين ابطالهم وتساولات كتير جدا بتدور حوالين مسلسلات رمضان وعن الموسم الرمضاني. فانا كنت عملت حلقة عن قيمة المسلسلات اللي ان كانت نزلت في وقتها. هسيبها لك لنكها في تحت اول ما تخلص الحلقة دي اشوفها على طول. لكن في حلقة النهاردة هنتكلم عن المسلسلات الجديدة اللي اضافت فوق القيمة اللي انا قلتها في الحلقة دي. فكل المقيمة اللي انا قلتها في الحلقة اللي انت هتلاقي في الديسكريبشن كلها اكيدا مية في المية تكملة عليهم القيمة اللي انا اقولها في حلقتنا النهاردة. في حلقتنا النهاردة ان شاء الله هتبقى نصها عن مسلسلات رمضان ونصها عن اخبار الدراما المصرية والافلام المصرية الفترة اللي جاية. سأبنا ندخل في حياتنا النهاردة يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناة واتفعل زر التنبات عشان يوصلك اشعار بالحيات الجديدة اقول ما تنزل. ويلا بنا نبدأ في حياتنا النهاردة. مفاجئة رمضان السنة دي هو الممثل الكبير احمد حلمي. هيقوم ببطولة مسلسل رمضان جديد ولكن بطولة مفاجئة. فيبقى سيرة ذاتية. فيجسد لنا في مسلسل القلم حياة الكاتب نجيب محفوظ. فهل ده تحدي كبير جدا لحمة حلمي. هل فعلا هيبقى قد التحدي? طبعا احمد حلمي كممثل فهو مبدع واداءه التمسيلي روعة. وازن انا من توقعات الشخصية انه هو اختيار موفق جدا لحمة حلمي في تجسيد الشخصية القديم نجيب محفوظ. فهل فعلا هيكون قد التحدي والقد لدينا حاجة يعني فوق الوصف كده وحاجة زي ما احنا متوقعين للممثل ده انه هو يقديها بشكل اخترافي وبشكل كبير جدا في رمضان القادم وهينافس بقوة وسط حيتان المسلسلات وحيتان الممثلين اللي هتبقى موجودة في رمضان القادم ولا لا ده اللي هنعرفه طبعا في رمضان الجاي بازن الله مسلسل حرب اهلية بطولة يسرى وجميل عوض وباس الخياط باس الخياط هيقوم فيها بدكتور نفسي طبعا باس الخياط ممثل عالي جدا وجميل عوض كانت قدمت لنا في حكاية من حكايات مسلسل الا انا يعني دور رائع جدا بطولة الفتاة المصابة بالبهاء وكانت اداءها فوق الروعة وطبعا كل ده في جنب كده مع وجود يسرى فيسرى من الممثلين يعني العظماء في تاريخ مصر فهمها يعني هي ما ينفعش رمضان يعدي من غيرها كده مسلسلاتها طبعا بتبقى روعة يعني اداءها التمثيلي في المسلسلات او في الافلام عموما مهما كانت القصة ضعيفة ومهما كانت الاخراج ضعيف اداءها بيغطي على العيود دي ودي الميزة اللي في يسرى فيسرى من الممثلات الندرات اللي هتيجي في تاريخ مصر كلها فاحنا قدام مسلسل مع اجتمعها مع باس الخياط اللي هو ممثل روعة برضو شخصية الدكتور النفس دي فعني هتبقى قوية جدا منه مع الجميلة جميلة عوض واداءها الرائع فيبقى مسلسل قوي جدا يعني زي ما قلت في كده يعني رمضان القادم كده تبقى المنافسة شرسة ويعني حاجة قوية جدا في انتظارنا بازن الله الواحد مش عارفها تتابع ايه ولا ايه وهيقدر يغطي كم مسلسل من المسلسلات اللي موجودة دي كلها للأسف غاد عادل بتعدزر عن ضرها في مسلسل بين السماء والارض في رمضان وكده هي هتغيب عن الدراما الرمضانية القادمة رسميا وترشح مكانها في الدور ده هي ممثلة ضرها طبعا المسلسل من بطولة هاني سلامة يعني اتكلمنا عنه في القيمة وفي الحلقة اللي هتلاقيها تحت في الدسكريبشن طبعا رمضان ما ينفعش برضو من غير نيلي كريم فنيلي كريم يعني على مدار المواسم اللي فاتت من رمضان بتقدم لنا مسلسلات قوية جدا 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 بين ذات سجن النساء واخرهم كان بميت وش يعني كان فاكهة رمضان اللي فات كده ويعني المسلسل اللي اصار ده جبجة كبيرة جدا وتشار جدا وكان من احسن مسلسلات رمضان الرمضان اللي فات فهتقدم لها مسلسل ضد الكسر بيشاركها في البطولة محمد فراج وهيقوم بزوج بزوج الفنانة نيلي كريم في المسلسل محمد فراج برضو هيقوم بزوج الفنانة مونة زاكي في مسلسل تفاطع طرق اللي كان انت عنده برضو في الحلقة اللي هتلاقيه لنجاه في الدسكريبشن اول ما تخلص الحلقة ده عطول تشوفها عطول فطبعا محمد فراج المسلسل ممثل عالي جدا عالي جدا ان هو يبقى موجود في طولة مسلسلين في رمضان دي حاجة عظم قوي يعني حمد اهلال يدخل الصباق الرمضاني بمسلسل المداح بطولة احمد بدير وخالد سرحان يوسف شعبان يعود للدراما الرمضانية في مسلسل عش الدبابير بطولة مصطفى شعبان واحمد سعد وعمر عبد الجليل اللي كلمت برضو عن المسلسل ده بشكل اكبر في الحلقة اللي لنجاه في الدسكريبشن بعد التقلق في دور فاتحي في مسلسل رمضان عشرين عشرين اللي خاد بيه جايزة احسن ممثل في رمضان وعن جدارة وشخصية فاتحي اللي تشهر جدا جدا يعني كان من اثار الجدل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي اللي عل على محمد رمضان في مسلسل محمد رمضان وخاد منه احسن ممثل في المسلسل واحسن ممثل في رمضان للأسف احمد زاهر بيغيب عن دراما رمضان عشرين واحد وعشرين كان طبعا يترشح لمسلسل ابن الاندال ولكن قال ما فيش نصيب للمسلسل لأسباب ما صرحش بها ايه فللأسف يعني الصباق الرمضان القادم فقد ممثل كبير جدا جدا منه مصطفى امر يدخل الصباق الرمضاني بمسلسل فارس بلا جوات وربنا يسطر يعني مصطفى امر وحمد اهلال مسلسلات في رمضان يعني ربنا يسطر مسلسل خلي بالك من زيزي بطولة امينة خليل وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح طبعا محمد ممدوح بيعلى اي مسلسل لانه ممثل كبير جدا فانا منتظر المسلسل ده برضه احمد عبدالعزيز وكاملة بورية بيجتمعهم بعد مرور عشرين سنة بعد مسلسل سوق العصر اللي اتعرض في الفين وواحد واللي حقق نجاح كبير جدا والحد الوقت بيستخدموه في الكوميكات على الفيسبوك وعلى تمنى الصلاة التواصل الاجتماعي بيعودوا مع بعض في مسلسل صعيدي تاني اسمه اهل الشر يعني من المفترض ان شاء الله ان هو يلحق بالسباق الرمضاني بس كده ده كل المسلسلات اللي نزلت في رمضان فهو يعني مع الحلقة اللي فاتت اللي انا لينكيه في الديسكريبشن تحت والحد دلوقتي في الحلقة دي فكل دي المسلسلات الرسمية الاكيدة المؤكدة مية في المية انها نزلة في رمضان القادم ان شاء الله وان شاء الله برضه في حلقة قادمة هعملها عن المسلسلات الكوميدية اللي لسه برضه مستني التأكيد منها عشان انا طبعا ما بقولش مسلسل لما بكونوا تأكد منه مية في المية ان هم هيعملوه بس فده لحد دلوقتي زي ما قلت قيمة المسلسلات الاكيدة هنتكلم بقى دلوقتي عن بعض الاخبار الدراما المصرية عموما والافلام المصرية اللي في الفترة دي والفترة القادمة فيلم جديد بطولة احمد عز ومجد الكدواني ومينة شالبي اسمه الجريمة ومن اخراج المخرج شريف عرفاء لسه مش واضح هيبدأوا التصوير فيه امتى ولا هينزل امتى بس اصلا لسه فيلم يعني العارف عودة يونس الاحمد عز ما نزلش فاكيد الافلام دي كلها بتتجهز يعني لما بعد القرونة فترة ما بعد القرونة بقى فترة فترة فتح السينمات لان ما فيش منتج هيغامر بفيلمه حتى لو على منصة برضه فمش هيغامره بالافلامه منها تتعرض يعني في ظل ان السينمات بس خمسين في المية نزل اعلان صغير كده الفيلم الانس والنمس طبعا محمد ينيدي ومنا شلبي وعمر عبد الجيلو بيوم في اجوة وكوكابة كبيرة جدا من النجوم واخراج شريف عرفة طبعا الفيلم ده المفروض ان احنا في انتظاره محمد ينيدي مع شريف عرفة ومنا شلبي فتبقى حاجة قوية جدا فان شاء الله اقول ما الفيلم ينزل هدخله على طول وهاملكم حلقة عمنا فيلم المينة مسعود وهنا الزاهد اسمه في عز الظهر المفروض انه هو هينزل على منصة عالمية كمصرح المخرج بتاعه مرقص عادل مسلسل حلوة دنيا سكر هينزل ان شاء الله يوم تلاتاشر اتنين يعني كمان يومين يعني بطولة مطلقة لهنا الزاهد ده حاجة كبيرة وفي ناس الوقت يباين من اعلام بتاعه انه هو انها بتقدم اكتر من شخصية فهتفرج على حلقتين تلاتة كده وعمل انطباع عنه وهقرر فيه هل هكمل المسلسل ده ولا لا يعني خبر مش عايف اقوله ولا لا مسلسل جديد كوميدي اسمه الشنطة وطولت بيومه في قائد طيب ايه المشكلة بقى يعني اللي انا مش عايز اقوله مسلسل تأليف تامر عبد المنع بس كده مش هقول كفاية كده ما شاء الله اكتر من كده بس ده تقريبا كل الاخبار الموجودة عن الساحة يعني في الدرامة المصرية الفترة اللي جاية بس هتمنى تكوني الحلقة عجبتكم يا ريت لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقة وتقولي توقعاتكم ايه للدرامة المصرية الفترة اللي جاية ومسلسلات رمضان ونوين تتابع ايه من مسلسلات رمضان ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان اوصلك اشعار بالحلقة الجيدة قول ما تنزل واشوفكم في الحلقة الجانية ان شاء الله